وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكولي تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك بهدف تطبيق التأسيس العسكري لعدد مائة مدرسة من مدرس التعليم الفني بدءا من العام الدراسي 2022-2023 بالإضافة إلى تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية